بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحقيقة كما أكدنا دائما في كل كلمة معجزة تشهد على إعجاز كلام الله تعالى الذي قال فيه قل لأني جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة دعونا نتأمل معجزة اليوم في المجال البلاغي الرائع قال تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله الصدقة تعطى للمسكين مباشرة وللعاملين عليها أيضا بشكل مباشر وللغارمين أي الذين عليهم ديون أيضا تعطى مباشرة بينما لا تعطى للعبد بل لسيده ليعتقه ولا تعطى لسبيل الله بل في سبيل الله لأننا ننفقها في وجوه متعددة جدا مثل العلم وبناء المساجد والمشافي والخدمات التي ينتفع بها الناس ولذلك قال تبارك وتعالى وفي الرقاب ولم يقل للرقاب أي للعبيد سبحان الله لو كان القرآن كلام عشوائي لقى للفقراء للمساكين لكذا كذا للرقاب أي يعني لهؤلاء العبيد ولكن لا الإسلام جاء ليحرر العبيد ولكن بنظام يريد أن يغني هؤلاء العبيد لا أن يتركهم لمصيرهم كل سنة أيها الأحبة يموت ثلاثة مليون طفل نتيجة الجوع والإحصائيات التي قدمتها الأمم المتحدة تقول هناك ثمانية ملايين جائع يموتون سنويا لأنهم لا يجدون ما يأكلون الإسلام لم يفعل مثل الأمم المتحدة أنه ألغى نظام الرق وترك هؤلاء للموت لا إنما نظم وأمر أن نغنيهم أولا ثم نعتقهم انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى لذلك لم يقل أعطوا الصدقات للعبيد أو للرقاب بل قال وفي الرقاب يعني المجال واسع أمامك تعطي أموال لسيد هذا العبد من أجل أن يعتق هذا العبد وبالتالي هذا أكبر رد على أن الإسلام جاء ليحرر الناس لا يستعبدهم والحمد لله رب العالمين شكرا